اشتركوا في القناة زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر او صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فقد فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر وهي زكاة للبدن فالزكاة تنقسم لقسمين زكاة المال وزكاة البدن وهي زكاة الفطر وذلك لأن الصائم غالبا ما يقع في التقصير في صيامه فجعل الله سبحانه وتعالى زكاة الفطر مصلحة للصائمين بأنه عن النقص والتقصير الذي وقع فيه الصائم وكذلك مصلحة للفقراء بأن تبدل لهم وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ويقصد بذلك عن يوم العيد فيعطى الفقير من زكاة الفطر وهي التي تؤدى قبل العيد قال ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على الكبير والصغير وعلى الذكر والأنثى وعلى الحر والعبد من المسلمين النبي عليه الصلاة والسلام فرض أي أوجب إذن هي واجبة ومنهم أي من الشرح من قال فرض هنا بمعنى قدرة التقدير ولكن هي واجبة فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر وسميت بزكاة الفطر وذلك لأنها قبيل الافطار من هذا الشهر فلذلك سميت بزكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير فإنه يكون من قوت البلد وإذا أراد الإنسان أن يخرج فإنه يخرج مما يأكل أو من الأفضل فلا تعمد إلى ما هو رديء من الطعام وتبذله لله سبحانه ونقصد بذلك أنك تريد أن تبذله لوجه الله فلا تعمد إلى ما هو رديء من الأنواع لذلك فإن الإنسان إما أنه يخرج مما يأكل هو أو يخرج أفضل وهذا ما أفضله أن الإنسان عندما يقدم شيئا لله سبحانه وتعالى فإنه يقدم الأفضل فإذا أردت أن تقدم الرز مثلا فتقدم الأفضل مما يحبه الناس وإذا أردت أن تقدم التمر فتقدم الأفضل مما يرغب فيه الآكل لهذا التمر وبالنسبة للتمر هو يعتبر أفضل من الرز وذلك لأنه لا يحتاج إلى إعداد وهو قوت وفي نفس الوقت حلاوة فلذلك قدم على غيره فمن تصدق بجعله زكاة الفطر بالنسبة للتمر فذلك أفضل ولكن يجوز من قوتي البلد مطلقا يا فرحة الأكوان لما أتى رمضان يا فرحة الأكوان لما أتى رمضان بالأنس والبشرى والطهر والإيمان يا فرحة الأكوان فإنه يجوز له أن يقدم من الرز مثلا أو من البر بحسب ما هو قوت البلد فالمقصود كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم فيخرج الرجل عن نفسه وأهل بيته يخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده والحمل إذا كانت زوجته حاملا فإنه يستحب أنه يخرج عنه هناك رواية عند بعض الفقهاء أنه يجب ولكن الراجح ما قال به أكثر علماء أنه مستحب وبالنسبة لخدمه فإذا كان يتحمل مؤنتهم طوال الشهر فإنه يخرج عنهم إن كانوا من المسلمين وكذا إذا تحمل نفقة مسكين أو فقير كيتيم مثلا ونحو ذلك فإن تحمله طوال الشهر فإنه يخرج عنه زكاة فطره كل من تحمل نفقته طوال شهر رمضان فإنه يخرج عنه زكاة الفطر فالحديث أن الإنسان يخرج عن من يمون أي من يقوم بتوفير الطعام له طوال هذا الشهر أما الخادم الذي يأتي يخدم ثم يذهب وهو الذي يتحمل طعامه فأنت لا تخرج عنه وكذا بالنسبة لغير المسلمين فإنه لا يتحمل الإنسان عن غير المسلمين فهي طهرة للمسلمين تخرج قبل يوم أو يومين وأفضل وقت في إخراجها قبل صلاة العيد وقبيل صلاة العيد وذلك حتى يتحقق الإغناء الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قدمها بيوم أو يومين فكان الصحابة الكرام يقدمونها بيوم أو يومين فإن قدم قبل ذلك فإنه يدخل في الخلاف فمنهم من أجاز أن تكون من بداية الشهر ومنهم من عاملها كالزكاة أنها يجوز تقديمها قبل سنة ولكن السنة أن الإنسان يقدمها قبل يوم أو يومين حتى نحقق ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام بقوله اغنوهم أي الفقراء عن السؤال في هذا اليوم والأفضل أن الإنسان يباشر الزكاة زكاة الفطر بنفسه بل الزكاة بشكل عام فتنظر من الذي يحتاج الزكاة زكاة الفطر وتعطيه من الرز أو من التمر تتفقد أولئك الفقراء والمساكين وتعطيهم زكاة الفطر هي زكاة واجبة تؤدى قبل صلاة العيد ومن لم يؤدها فإنه يكون آثما وتبقى في دمته لا تسقط وعليه القضى بأنه يقوم بإخراجها فمن لم يخرج من السنة الماضية زكاة فطره فإنه يجب عليه أن يقوم بإخراج زكاة الفطر زكاة الفطر تخرج من قوت البلد واتجه فريق من الفقهاء من أنه يجوز أن تكون نقدا بما يعادل الصاح فإنهم قد نظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قدره فقالوا بما يعادل ذلك وهذا اتجاه بأنه يجوز للإنسان أنه يخرج نقدا بما يعادلها طالما أن ذلك أصلح للفقير والمسكين ومنهم من قال بأن النقد جائز لكن مع الكراهة بمعنى يصح ولكن الأولى تركه ومنهم من أجاز مطلقا ومنهم من منع فالمساعة في ساعة من رأى بأن المصلحة أنه يعطي الطعام ويغنيهم عن السؤال في يوم العيد حتى تكون الفرحة والبهجة في يوم العيد شاملة لجميع المسلمين لا يوجد فيها فقير يبحث عن طعام وتتحقق هذه السعادة للمجتمع المسلم فإنه في يوم العيد البهجة والفرحة والسعادة وأول دواعي هذه البهجة والفرحة يكون الإنسان في غنى لا ننسى أخواننا الموجودين في مناطق تحتاج إلى الطعام أو تحتاج إلى الغناء في يوم العيد فإنهم من أخواننا الذين أمر الله سبحانه وتعالى بأن ننصرهم سواء كان ذلك من زكاة فطرنا أو من صدقاتنا كل ذلك من الأمور التي تجوز في زكاة الفطر نسأل الله عز وجل أن نتقبل من جميع صالح الأعمال وصلى الله وسلم عن يبينا محمد والحمد لله رب العالمين موسيقى 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 موسيقى